في خبر عاجل الآن وفات المسيقر الكبير حلم بكر وآخر ظهور له رحل منذ قليل المسيقر الكبير حلم بكر بعد صراع مع المرض وبعد مسيرة فنية ممتدة وتاريخ طويل من أعظم الأعمال الفنية رحل المسيقر حلم بكر واستحالة كبيرة ان الجدل استمرت على المدار الأيام اللي فاتت ما بين تصرحات ابنه وشقيقه وزوجته حول إخفاء مكانه عن ابنه وشقيقه ورحل المسيقر حلم بكر في مستشفى كفر السقر بالشرقية بعدما تدورت حالته الصحية وكان الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس نقابة المسيقيين كان أعلن أن النقابة أكدت استعدادها الكامل لعلاج المسيقر الكبير حلم بكر شاريتة موافقة أسرته لأن النقابة لن تقدم على شيء بدون موافقة أسرته لكن القدر لم يمنحهم الفرصة ليرحل حلم بكر تاريكا كل الخلافات خلفه وكان زوجة المسيقر الراحل حلم بكر سامح الأورشي كشفت أن حالته الصحية سأت بشكل كبير جدا خلال الثلاث شهور اللي فاته وأنه كان بيحتضر مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل لمستشفى من أجل صحته والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحصات اللازمة له لكن أمر الله نفذ رحم الله المسيقر الكبير حلم بكر وإن لله وإن الله يرجعون والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن ليس أسرارنا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على كناتكم أسرار النجوم ترجمة نانسي قنقر